لأول مرة منذ نحو عقد من الزمن اكتذت المدرجات بالحاضرين هنا وأعادت هتافات الجماهير الحياة للمكان المهجور كان الحضور إعلانا عن بداية انطلاق البطولة الرياضية الأولى لكرة الطائرة في الصالة الرياضية المغلغة في محافظة أبيان والتي تأتي كأول بطولة رياضية تقام في هذه الصالة بعد استعادتها من قبل المتنفذين حاولوا السطو عليها هي أول بطولة انشيطية على مستوى المحافظة ومثل هذه البطولات هي مطلوبة للشباب بحيث أنها يكون كدفعة أساسية لإنشاء قاعدة في المستقبل هي بطولة البداية وليس النهاية وكمان نأكد أن هذه البطولة سوف تكون سنويا باسم المرحوم الراحل نقمي عباد المهلة لم تكن السلطة المحلية قد أنجزت تأهيل المبنى كباقي المباني والمنشآت التي تم استعادتها لكن الحضور الرسمي للمسؤولين للمشاركة في بداية انطلاق البطولة كان تأكيدا على ضرورة الاهتمام بالجانب الرياضي والإسراع في تأهيل المكان الذي ما يزال عالقا بين الخراب والتدمير ومحتفظا بآثار الحرب التي مرت هنا ولم يتبقى منه إلا الحطام تقليدا وتكسيدا لذكرى الفقيد الراحل الأخذ نقمي المهلة مدير مياه زنكبار سابقا وذلك عرفانا لجهود الكبيرة التي بدلها في المؤسسة في عائلة تأهيل شبكة ومنظومة المياه والصرف الصحي خصوصا عقب الأحداث التي شهدتها المحافظة في حرب العام 2011 وإن شاء الله سنقوم بتنظيم هذه البطولة السنوية بنفس الوتيرة وبنفس الحضور إن شاء الله المنافسة الرياضية التي جاءت بمشاركة تسع فرق من أندية المحافظة نظمها نادي حسان الرياضي لتكون بداية في طريق عودة المسابقات والإنشطة الرياضية كما كانت في السابق والتي تعيش واقعا هشا في مختلف عموم المحافظة لطف إبراهيم قناة بلقيس أبيان ترجمة نانسي قنقر